أهلاً ومرحباً بالجميع العالم من حولنا مليء بالظواهر الطبيعية الرائعة والأماكن المميزة والفريدة التي تجعلنا حقاً في حالة ذهول في هذه الحلقة اخترنا لكم خمساً من هذه الأماكن التي لا أعتقد أنكم سمعتم عنها من قبل إن كنتم مستعدين لننطلق ولكن بالأتي إحصائيات دي القناة تقول أن أكثر من 92% دي الناس التي تفرجوا فينا ما مشتركش في القناة أشكت سنو تقطع لزيل الاشتراك فعلوا جرسة تنبيهات وإلى عجبكم المحتوى خليوا ليجم وشيكمون ترزوين تشجيع ويالله نبدأ شاطئ الرمال الوردية يقع هذا الشاطئ الفريد من نوعه في جزيرة هاربور وهي إحدى جزر البهاما أو البهاماس الصغيرة في هذه البقعة من الأرض يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة في المياه الدافئة الصافية ولكن ما يثير الإعجاب بحق ويجعل من هذا الشاطئ مكانا غير مألوف هو كونه يمتد بطول خمس كيلومترات من الرمال الوردية الناعمة التي توشحت بلون وردي ساحر السؤال الذي يجول في خاطرك الآن هو ما مصدر هذا اللون الوردي؟ حسنا سأجيبك الجواب موجود في بحر الجزيرة الغني بالشعاب المرجانية والتي تعتبر موطنا لحيوانات صدفية صغيرة تعرف باسم المنخريات تتميز هذه الصدفيات بقشرها الوردي أو الأحمر عندما تفارق هذه الحيوانات الصغيرة الحياة تصبح الأصداف فارغة فتلفظها الأمواج إلى الشاطئ حيث تتراكم في الرمال هذا التراكم ينتج عنه لوحة فنية مذهلة بألوان وردية وحمراء يتغير لون الشاطئ حسب تغير الوقت حيث يسيطر اللون الوردي بشكل واضح في منتصف النهار على الساحل بينما يتحول إلى أحمر داكن خلال ساعات الغروب مما يضفي على المكان جمالاً وسحراً غير اعتيادي جبال قوس قزح الصين تسمى أيضاً جبال دانكسيا وتعتبر لوحة طبيعية مدهشة تعكس عظمة الخالق وروعة التنوع الجيولوجي والجمال الطبيعي في هذا الجزء من العالم هي فريدة من نوعها بكل المقاييس وذلك راجع لألوانها وأشكالها التي أهلتها وبجدارة لتكون من عجائب العالم عامة وعجائب الجيولوجيا على وجه التحديد يتراوح ارتفاعها بين 2000 إلى 3800 متر تشكلت من خلال العمليات الجيولوجية على مدى ملايين السنين والمتمثلة في ترصبات مختلفة من المعادن والحجر الجيري ويعود السبب الرئيسي في ألوانها الخلابة إلى ما تحتويه هذه السخور الرصوبية من معادن فلا يوجد معادن من معادن الأرض غير موجود بداخل هذه الجبال ونتيجة لاختلاف المعادن اختلفت ألوان سخوره متأثرة بعوامل التعرية والنحط والرياح والأمطار تعتبر هذه الأعجوبة الطبيعية واحدة من الوجهات السياحية المهمة في الصين حيث يزورها الكثيرون للاستمتاع بجمالها الطبيعي الفريد والنادر كما أنها ألهمت العديد من الفنانين والمصورين بوابة الجحيم تركمانستان اسم يطلق على فوهة دارفازا المشتعلة في مشهد سوريالي في سحراء كاراكوم في تركمانستان تعود أصول هذه الحفرة إلى عام 1971 حيث اصطدمت معدات الحفرة السوفياتية بجيوب للغاز الطبيعي مما أدى إلى انهيار الأرض وتشكيل حفرة كبيرة فقرر علماء الجيولوجيا إشعال النار في الحفرة خوفا من أن يؤذي الغاز السام المنبعث منها السكان والحياة البرية بالمنطقة فقدروا أن الغاز سيحترق بسرعة لكن الحفرة ظلت مشتعلة قدروا لكم من الوقت أسبوع أسبوعان ثلاث أسابيع ظلت الحفرة مشتعلة لما يزيد عن خمسين عاما لتصبح واحدة من أشهر المعالم في تركمانستان وفي العالم بفعل اللهب المستمر أطلق الناس عليها اسم بوابة الجحيم بسبب المشهد الغريب والمخيف الذي تقدمه هذا الموقع يعتبر جزءا من الطبيعة الفريدة في تركمانستان وعاملا يجذب السياح والعلماء على حد سواء إلا أنه في المقابل يلحق أضرارا بالبيئة ويؤثر سلبا على حياة الأشخاص الذين يعيشون بالجوار كما أن اشتعاله المستمر ما هو إلا إخدار لمورد غاز طبيعي ثمين لهذه الأسباب وغيرها طلب رئيس الجمهورية بردي محمدوف من حكومته إيجاد طريقة لإغلاق الفوه الشهيرة وإخماد النيران المشتعلة لسنوات طويلة بحيرة لاغوناروخا ذات المياه الملونة بالدم تعرف أحيانا ببحيرة الدم تقع في شمال تشيلي وتحديدا في منطقة مغفرة ومفقودة في جبال الأنديز على ارتفاع 3700 متر سبب لون البحيرة يعود إلى وجود مستويات عالية من الطحالب الملونة باللون الأحمر والأملاح المعدنية والمواد الكيميائية في المياه ظلت لاغوناروخا غير معروفة تماما لبقية العالم حتى عام 2009 كما لفتها مجموعة من الأساطير والحكايات التي تتحدث عن حراسة الشيطان لها وأنها محاطة بقوى مظلمة وخارقة للطبيعة وغيرها من قصص التضحيات والقرابين تصل درجة حرارة مياه هذه البحيرة التي لم تدرس بدقة بعد إلى 50 درجة وعمقها لا يزال غير معروف وتعتبر جزءا من المناظر الطبيعية الفريدة في المنطقة التي تجذب السياحة بسبب لونها الغريب والجذاب بحر النجوم جزر المالديف تعتبر ظاهرة بحر النجوم من العجائب الطبيعية التي تحدث في أماكن ساحلية محددة حول العالم بما في ذلك جزيرة فادهو إحدى جزر المالديف يتسبب وجود العوالق النباتية ذات الإضاءة الحيوية في الماء لحدوث هذه الظاهرة بحيث تتوهج هذه الكائنات الدقيقة ينبعث منها ضوء أزرق مخضر عندما تكون في حالة اندعاج أو توتر بسبب حركة الأمواج أو القوارب العابرة تقدم هذه العوالق عرضاً مذهلاً بحيث تضيء جزيئات الضوء الأمواج لتجعلها تبدو كسماء مرصعة بنجوم متلألئة يحدث التلألؤ البيولوجي فقط في المياه الساحلية الدافئة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكائنات تستخدم التوهج كآلية الدفاع ضد الحيوانات المفترسة ولا تشكل أي خطر على الإنسان أي أنه يمكنكم السباحة بوجودها في أمان تام ما هي تعريقاتكم حول الموضوع؟ شاركون آراءكم وإلى أن نلتقي دمتم في رعاية الرحمن ترجمة نانسي قنقر